الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه وموله السلام عليكم إذن دائما مع الحصري والمتميز وحلقة مهمة جدا جدا لكل المستخدمين في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نرى كيف يمكنك أن تنقل أو تنسخ الويندوز وجميع الملفات وأقسام القرص الصلب المتواجدة في حاسوب معين أو في قرص صلب معين إلى قرص صلب آخر قد يقول بعض فيما تفيدني هذه العملية أقول لك أنه من خلال هذه العملية سوف يمكنك أن تقوم باستخدام نفس الويندوز المتبت على جهازك نفس البرامج ونفس الملفات على قرص صلب آخر أو على حاسوب آخر يمكنك أيضا استفادة من هذه العملية في حال ما إذا امتلأ القرص الصلب على جهازك وكنت تريد استخدام قرص صلب جديد بسعة أكبر أو حجم أكبر لكن تريد الحفاظ على نفس الويندوز ونفس الملفات والبرامج المتواجدة على حاسوبك حاليا فيمكنك أن نقل كل ذلك كل الملفات والبرامج بما في ذلك الويندوز نفسه إلى القرص الصلب الجديد ثم استخدام ذلك القرص الصلب على نفس الحاسوب أو على حاسوب آخر دون أن تحتاج إلى إعادة تتبيت الويندوز أو عمل فورمات من جديد إذن حلقة في غاية الأهمية فكل ما استحتاج إليه هو برنامج صغير ومجاني ثم متابعة الشرح إذن التفاصيل مباشرة بعد هذا الفاصل الإعلاني القصير مرحبا بك مجددا أول شيء نبغي عليك فعله هو تحميل البرنامج من الرابط أسفل الفيديو كالعادة مباشرة بعد تحميل البرنامج سوف تحصل على آيقونة على هذا الشكل نبدأ في تثبيت البرنامج لأن له خصوصية إذن بعد ذلك نضغط مباشرة على download لتحميل أسطوانة الويند بي كما تشاهد معي سبق أو خصص لها حلقة حصرية على موقع مشروح إذن نضغط على yes لبدء التحميل ننتظر الآن إلى حين انتهاء عملية التحميل بعد ذلك نضغط على next أو swiveau ثم next مرة أخرى ثم I accept the terms in the license agreement ثم next ثم أيضا next بعد ذلك نختار هنا now لا نضغط في التسجيل الآن هذا التسجيل فقط من أجل الحصول على أو توصل بالميزات الجديدة على البريد الإلكتروني نضغط على next فلنضغط في ذلك نضغط أيضا على next ثم install لبدء عملية التثبيت ثم finish إذن الآن نقوم بفتح البرنامج هذه الأيقونة بعد تثبيتي في طبيعة الحال كما تريد معي مباشرة بعد فتح البرنامج يطلب مننا هنا إن كنت ترغب في التسجيل من أجل التوصل بالمزايا التي يتم إضافتها إلى البرنامج على بريدك الإلكتروني إذا لم ترغب في التوصل بذلك فتختار إما هنا remind me in those days أو remind me in seven days من أجل تذكيرك بهذه الخصائص أو تسجيل مرة أخرى بعد ثلاثين أيوما أو بعد سبعة أيام إذا لم ترغب في التوصل بهذه الإشعارات فقط اضغط هنا على the note remind me إذن أنا سوف أختار remind me in those days لتذكيري بعد الشهر هو برنامج مجاني بالكامل هذا فقط من أجل التوصل بالمزايا الجديدة التي يتم إضافتها إلى البرنامج ولا شيء آخر إذن كما تريد معي مباشرة بعد فتح البرنامج يطلب مننا هنا إن شاء أستوانة إنقاذ لحل أي مشكل يمكن أن يحدث هذا أمر مهم جدا إذن نضغط على yes هذه الأستوانة قد تفيدك في إصلاح أي مشكل يحدث لك في الويندوز مستقبلا أو في أي وقت ثم كما تشاهد معي هنا يعرض علينا أستوانتين من أستوانة الإصلاح أستوانة الويند بي التي خصصت لها حلقة حصرية كما قلت سابقا أو الويندوز بي ثم عندنا هنا أيضا أستوانة linux rescue live cd أيضا أستوانة نظام linux لإصلاح الحاسوب يمكنك أن تختار الأستوانة التي تريد أن تحصل عليها أيضا يمكنك تجاوز هذه القطوة والحصول على أستوانة الويند بي لاحقا من خلال الحلقة التي سبق وخصصتها لذا الموضوع سوف أضع لك الرابط أسفل الفيديو إذن أنا اخترت أستوانة الويند بي ثم نضغط على next من هنا تختار نوات نظام تشغيل على جهازك إما 32 أو 64 ثم نضغط على next ننتظر الآن بضعة دقائق إلى حين انتهاء هذه العملية إذن بعد ذلك نضغط هنا على continue يجب أن تقوم الآن بإدخال قرص DVD أو USB في جهازك لحرق الأستوانة عليه في حالة إذا اخترت ذلك كما تشاهدون لحرقها على DVD أو CD والخيار الثاني هو لحرقها على USB أو Flash Memory أو Flash أي انترن النطق تختار من هنا الفلاشة من جهازك هذه الفلاشة في حالتي أنا الآن الفلاشة الثانية كينغ ستون ديتا ترافل لو ذهبنا الآن إلى الكمبيوتر على جهازي كمبيوتر أو PC كما تشاهد هذا قرص الصلب خارجي هو الذي سوف أنقل الويندوز إليه أو جميع الفارتيشنات التي تضغب وهذه هي USB إذن نقوم بإغلاقها ثم أختار في حالة USB بعد ذلك فقط لحرق الأسطوان على USB أو على CD أو DVD فقط اضغط هنا على Finish لكن يمكنك أيضا كما قلت تجاوز هذه الخطوة والضغط على cancel ثم بعد ذلك إذا حدث أي مشكل يمكنك مشاهدة حلقة عمل أسطوانة الويند بي واستخدام أسطوانة الويند بي في إصلاح أي مشكل من مشاكل الويندوز أو مجموعة من مشاكل الويندوز إذن في حالة أنا الآن سوف أضغط على cancel لإنهاء العملية لأنه يوجد عندي أسطوانة الويند بي إذن نقوم بالضغط على cancel بعد ذلك ما تشاهد معي هذه الفارتيشنات المتواجدة على القرص الصلب متواجد الآن على حاسوبي أو المستقيم على هذا الحاسوب وهذا هو القرص الصلب الجديد هنا هذه الفارتيشنات يمكنك أن تختار جميع هذه الفارتيشنات أو الأقسام ليتم نقلها إلى القرص الصلب الجديد هذا القرص وبالتالي سوف تحصل على نفس البرامج نفس الملفات نفس النظام التشغيل كل شيء سوف يتم نقله أنا سوف أكتفي فقط بالويندوز لذلك سوف أقوم بإزالة التأشير من باقي الأقسام أو البرتيشنات لكن إذا كنت تتظر في الحصول على البرتيشنات أخرى ففقط أقوم بالتأشير عليها على هذا الشكل أكتفي كما قلت أنا بـ reserve هذا الخاص بالنظام التشغيل والبرتيشن السي لأنه يوجد عليه الويندوز ثم بعد ذلك فقط نضغط على clone this disk بعد ذلك نضغط على select disk to clone 2 ثم بعد ذلك نضغط على OK وكما تشاهد تم إضافة القرص الصلب الخارجي أو الجديد هنا في الأسفل إذن بعد ذلك فقط نضغط على next ثم نضغط على finish ثم هنا warning يقول لنا بأنه سوف يتم إعادة كتابة المعلومات في القرص الصلب الجديد بما أنه سوف يتم حدث المعلومات التي كانت متوجدة عليه نضغط على continue للاستكمال العملية لا بأس في ذلك ثم كما تشاهد معي هنا البرنامج بدأ في عمله macromium reflect clone started إذن كل ما عليك الآن الفعله والانتظار إلى حين انتهاء عملية النسخ الملفات والويندوز والبرامج كل شيء قمت باختياره سوف يتم نقله إلى القرص الصلب الجديد أو القرص الصلب الذي اخترته هذه العملية قد تطول أو تقصر بطبعة الحال بحسب حجم الملفات التي قمت باختيارها أو التي سوف يتم نقلها إذن ننتظر إلى حين انتهاء هذه العملية كما تشاهد معي مباشرة بعد انتهاء العملية تنبتق هذه النافذة للقرص الصلب الجديد الذي تم نقل الملفات والويندوز إليه هذا هو كما تشاهد معي إذن نغلق فقط هذه النافذة الآن كما تشاهد هنا يقول لنا clone completed in 20 minutes and 24 seconds في 20 دقيقة أو 24 ثانية هنا يعطيك وقت العملية كم السرقت إذن نضغط على OK ثم نضغط على Close لأغلاق النافذة كما تشاهد معي الآن فبالفعل تم نقل Partition C والقسم نظام الملفات أيضا الخاص بالويندوز نفس Partition Nath التي اخترتها في الأعلى هي التي تم نقلها إلى القص الصلب الجديد هذا القص كما تشاهد معي الآن إذا اخترت Partition Nath أخرى أيضا سوف تجد بأنه تم نقلها إلى القص الصلب الجديد هذا هو السي كما تشاهد تم نقله بالفعل من الأعلى أو من القص القديم إلى الجديد ولو ذهبنا الآن أيضا إلى القص إلى الكمبيوتر كما تشاهد معي تم بالفعل نقل الويندوز إلى القص الصلب الجديد وتم تسميته بالLocal Disk بمعنى أنه يوجد عليه نظام الويندوز يمكنك الآن أن تقوم باستخدام هذا القص الصلب بدل القص الصلب متواجد على حاسوبك أو استخدامه على حاسوب جديد وسوف تجد نفس الويندوز بنفس البرامج ونفس الملفات كل شيء قمت باختياره ونقله سوف تجده موجود على القص الصلب الجديد وبالتالي لن تحتاج إلى عمل فورمات أو إلى نقل الملفات يدويا إذن كان هذا كل شيء في هذه الحلقة المهمة والمفيدة جدا أتمنى أن تكون قد استفدت منها لا تنسى الضغط على زر اللايك ومشاركة الحلقة لتشجيع الموقع على الاستمرار ثم الاشتراك في هذه القناة والقناة الثانية لموقع مشروع حتى تتوصل بجديد حلقات موقع مشروع وأيضا الانضمام إلى صفحات مشروع على شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، جوجل بلس وأيضا القناتين مرة أخرى على اليوتيوب من أجل التوصل بجديد الحلقات والمقالات وعلى أمل لقائدك إن شاء الله في الحلقة المقبلة على القناة الثانية هذه المرة بعد قليل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته